تعالوا لكم شوية أرقام من مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك النهاردة هدف حسين الشحات الأول اللي سجله النهاردة هو تاني أسرع هدف في تاريخ مباريات القمة بعد 75 ثانية بعد هدف حسين ياسر محمدي أسرع هدف في القمة بعد 48 ثانية فقط وعلي معلول النهاردة أصبح أكثر لاعب أجنبي يسجل في تاريخ مباريات القمة متساوياً طبعاً مع السوداني عمر النور برصيد أربع أهداف دايماً أقول أن علي معلول هو أعظم محترف في تاريخ مصر من وجهة نظري من وجهة نظري يعني الزمالك أبص يلا يبولي حاجة مهمة أبولي بص هنا فأكيد هي يبولي حاجة مهمة أديني مستنش الزمالك هو أكثر فريق يهز محمد شريف شباكه برصيد 8 أهداف ومن خلفه يأتي المكون العرب برصيد 5 أهداف يعني أكثر فريق سجل فيه محمد شريف اللي بيبقى عليه كثير من الانتقادات تخيل هو نادي الزمالك محمد شريف بص رقم ده كمان محمد شريف أصبح الهداف التاريخي للنادي الأهلي في مباراة الكمة ببطولة الدوري برصيد 7 أهداف متساوية مع أبو تريكا والسيد عطية توتو تخيل محمد شريف الهداف التاريخي للنادي الأهلي في مباراة الكمة رقم كبير وضخم جدا